اشتركوا في القناة موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 47 دقيقة من مساء اليوم الأحد لينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناة هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر ومنميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد تعتبر هاي الفترة من فترة مننجح فيها بأعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا ثلاث زوايا بطيئة أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 19-12 مننشط فمنباشر في أكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما هاي الزاوية بتعزز من قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها لغاية يوم 26-12 هاي زاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه من ميل العيش دون مستوانة ومنبذر أموالنا عشان هيك في الفترة هاي يجب تجنب المراهنات والمضاربات المالية ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات أو مع العدالة بسبب الوضع المالي وهذا الاتصال غالما ما بيسبب لك مغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 18-12 هاي الزاوية بتجعل البعض يعيش في أوهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وأضغاف أحلام والخيال الخصب والشك والغير وبتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة لحكومة ما أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفانات وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعية أو مشاكل إلها علاقة بالنفط والغاز وكذلك ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا أول زاوية عند زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة وحدة و25 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظهر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة 11.30 أو 11.30 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ مساء اليوم الساعة 10 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى اليوم التالي لهو حتى صباح يوم الاثنين الساعة 33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم لدينا الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس والبنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا هذول الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لهم أي عملية جراحية بخلال هاي الفترة طبعا هو يوصى بإجراء العمليات الجراحية لا كافة أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها فعشان هيك هذا اليوم مثلا مناسب لعمليات الجراحة ولكن غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحناء ولكن لا يصلح لا للقص العلاجي ولا لا إزالة الشعر الزائد بالليزر بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب في ساعات الصباح معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 21.12 رح يبدأ خلو المسار الساعة 2.44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى اليوم التالي رح يستمر في نفس اليوم لغاية الساعة 7.12 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج القوس يعني خلو المسار كله رح يكون في يوم 21.12 أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام ساعة 12 منتصف الليل بتصير نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21.12 هي الآن منتحسة بنسبة 25% في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الميزان حتى يوم 19.12 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بترجع سعيد بنسبة 45% عطارد في الجدي حتى يوم 29.12 والآن سعيد بنسبة 85% وفي ساعات المساء بصير سعيد 100% الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12.1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20.12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7.3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23.3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل ما زال مدام القمر موجود مقابلكم تماما معناته هو ما بشير لا تفاهم ولا لهدوء هو جيد على مستوى تعزيز العلاقات والشراكات العاطفية والمالية والتعاون مع الأطراف الأخرى ولكن بضل طاقتك ضعيفة فعشان هيك بتتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة حاول لآخر يوم مع أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية لأنه اليوم خصمك قوي والعرقي لبتستفز برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن بتجه لمقابلتكم فعشان هيك ببداية العمل بتراكم لديكم وبتجدوا تعاون ببعض الزملاء ولكن لا تفرضوا وجهة نظركم عليهم مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم أو تحركوا عشان تنظموا طاقتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك برضو اليوم بدك تحاذر برضو من المشاكل الصحية طاقتك ضعيفة بحاجة للاهتمام برج الجوزة ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات الأجواء ما زالت جيدة على المستوى العاطفي وتعزيز العلاقة مع الأحبة لطفوا الأجواء وحاولوا أن ترجعوا العلاقات العاطفية اللي فيها بعض الخصومات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن اليوم تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة ولكن بدك تكرر المحاولة لو ما زبطت معك من أول مرة برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم وبوسعكم اليوم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيق الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم أهم شيء ما تفرض رأيك وتعتبر هاي فترة مناسبة للإستثمارات برج الأسب ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم كنتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران طبعا رح يكون لكم نشاطات على مستوى أمور إلها علاقة يا بالسيارات يا بالسفريات يا بالنقاشات بتكثر النشاطات حسب حق الاقتصاصكم بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذرى ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب أهم شيء برضو أنك ما تبالغ بمصاريفك وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية خلال هذا اليوم برج الميزان بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب ابتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا أنك برضو ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد تعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تقيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات طبعا الضغط هذا لغاية يوم الغد برج القوس ابتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات الأجواء بلشت فيها بعض الضغوط لأنه القمر بيقترب من بيت المتعب برج الجديد يوم جيد للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبه لكم برضو المسؤولون وبيقدروا جهودكم وبتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضعوا اليوم لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أن تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع هذه الفترة فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو تناقشوا بقوة وذكاء وتتجرأوا على رفض أي شيء ما بناسبكم أهم شيء أنه ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر تعتبر هذه فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة وأيضا للتعامل مع الأجانب وللامتحانات وللسفر والتنقلات والمعاملات القانونية برج الحود بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك اليوم صدى طيب إذا اهتميت بالأمور بشكل جيد وعقلاني دون تكاسل ودون عصبية أهم شيء ما تتكاسل بل سارع لعملك دون مماطلة ودون أعذار رح يكون في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء